الحمد لله على سلامتك أنا أحمد عضو ممثل لنقابة عمال البناء في المنطقة أخبرني عما حصل شكرا لك تفاجأنا بسقوط رافعة في موقع البناء أدت إلى انهيار جزء من المبنى وصبت بكسور في قدمي ماذا عن تكاليف العلاج؟ هل تكفلت بها الشركة؟ لا بل قاموا بفصلي من العمل بعد أن عرفوا أني سأغيب لفترة طويلة ما الذي سيحصل الآن؟ لقد جئت إلى هذا البلد مضطرا للعمل هذه إصابة ناتجة عن العمل ولا يحق للشركة التي قامت بجلبك وتوظيفك أن تقوم بفصلك بل عليها أن تتحمل تكاليف العلاج وأن تقدم لك إعانة مالية حتى تصبح قادرا على العمل مرة أخرى ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة منذ قدومي إلى البلد وأنا أتقاضى أجرا أقل من المتفق عليه وساعات العمل طويلة جدا وظروف المعيشة سيئة حتى جواز سفر يستحوذ عليه صاحب العمل حتى لا أتمكن من البحث عن عمل آخر يوجد العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تضمن حقوق العمال المهاجرين أجل هذا صحيح منظمة العمل الدولية أقرت مجموعة من الاتفاقيات بشأن العمال المهاجرين وحقوقهم منها اتفاقية رقم 97 واتفاقية رقم 143 وما تبع ذلك من توصيات إذ على الدولة المستضيفة للعمال المهاجرين أن تتيح لهم معاملة لا تقل عن المعاملة التي تتيحها لمواطنيها من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات عضوية النقابات السكن الضرائب أحكام الضمان الاجتماعي المتعلقة بإصابات العمل والولادة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والمسؤوليات العائلية ولكن عقد العمل لم يحدد العديد من هذه البنود هذا مخالف للقوانين على الدولة أن تشرف على العقود المعقودة بين أي صاحب عمل وأي عامل مهاجر بحيث يكون عقد نموذجي مترجم بلغة مفهومة للعامل يحصل على صورة منه قبل مغادرته بلده أو في مركز الاستقبال عند وصوله إلى البلد الآخر ويجب أن يحتوي على معلومات العامل الشخصية كاملة طبيعة العمل مكانه والفئة المهنية التي صنف فيها الأجر عن ساعات العمل العادية والإضافية والليلية وطريقة الدفع الظروف التي يسمح فيها لصاحب العمل بالاستقطاع من الأجر الظروف المتعلقة بالأغضية أو السكن إن وجدت مدة العقل وشروط تجديده وفسخه شروط السماح بدخول إقليم المهجر والإقامة فيه أسلوب تغطية تكاليف رحلة المهاجر وأفراد أسرته إن لحقوا به وأسلوب تغطية تكاليف عودة المهاجر إلى بلده الأصلي الأسباب التي تسمح بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته ولضمان هذا على الدولة أن تنظم عمليات الجلب والتقديم والتوظيف للعمال المهاجرين لتكون عن طريق مكاتب الاستخدام العامة أو الهيئات الرسمية المصرحة لها فقط إذن بإمكاني تقديم شكوة؟ أجل يحق لك اللجوء إلى المحاكم المختصة والمطالبة بتسوية شكواك كما يمكنك الانضمام إلى نقابة تساعدك في المطالبة بحقوقك والمراجعة مراكز وإدارات تقيمها الدولة للحصول على مساعدات ومشورة مجانية وهذه هي الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية ولكني الآن عاطل عن العمل وبإمكانهم سحب إذن العمل مني وترحيلي لا يستتبع فقدان وظيفة في حد ذاته بسحب ترخيص الإقامة أو إذن العمل من العامل حسب الحالة وإذا فقد العامل المهاجر عمله لأسباب خارجة عن سيطرته أو قدرته على الدولة أن توثر له عملاً مناسب وإن تعذر ذلك على الدولة أو على صاحب العمل الذي جلبه أن يتكفل بعودته إلى بلده على الدولة أن تقضي على حركات الهجرة الخفية وغير القانونية من أجل العمل فالعمل ليس بسلعة إن حرص الدولة على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سنها التشريعات والقوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق وتوفر لهم حياة كريمة ينعكس إيجابياً على اقتصادها فاحرص كفرد أن تعرف حقوقك وحرصي كدولة أن تحفظ حقوق أفرادك للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ولا تنسوا أن تتصلوا بنقاباتكم